السلام عليكم اهلا بكم عزيزي المشاهدين كلنا نحب مرسة مطروح والناس كثيرا نفسها تروح مرسة مطروح فيه ناس سمعت ان فيه طرق كذا طريق يودي المرسة مطروح يترى هتمشي فينه طريق تعال نشوف ديه خريطة جمهورية مرسل العربية هنقرب الخريطة واحدة واحدة كده ونروح لمدينة القاهرة انا هحرك الخريطة بالراحة شوية علشان تفهم معي بالراحة تمام قبل ما اقرب للقاهرة جدا هو الطريق الدائري الاقليمي هو الطريق الدائري الاقليمي من قادر بنفسها ي式 ponto الهارة الهارة مقابلة ونهر النيل IN shimakia وقبل ما يرنته ا Legendall habLet وHeart محور 26 يوليو وموف محور رود الفرق تمام انت خدت اي طريق من دولا ووصلت للمدين الرماية او وصلت لبواب الرسوم او طريق اسكندرية الصحراوي اللونه ازرق ممكن عندك اختيار من اثنين ايما تمشي في طريق اسكندرية الصحراوي تكمل فيه لغاية بعد ودي النطرون هتيجي داخل شمال في الطريق الاسود ده اللي هو طريق العالمين فتوصل للعالمين العالمين دي طبعا على البحر وبعد كده وانت مدام وصلت العالمين تكمل كده على الطريق الاحمر الساحدي تكمل على الطريق الساحدي وتعدي على مدينة الضبعة ورسل حكمة وتكمل لغاية ما توصل مرسة مطروح يبقى دي سكة اللي هي ازرق طريق اسكندرية الصحراوي في نص واتحوى الشمال وتاخد طريق طريق العالمين وبعد كده تمشي طريق الساحلي لغاية مرسة مطروح اما المحور الضبعة هذا اللي هو ايه؟ عارفين كلنا محور رود الفرق طبعا الكبرى المعلق الجديد حسنا؟ الكبرى المعلق الجديد العنين ده لو فضلت ماشي فيه بغرب ناحية الجيزة كده كملت فيه كملت فيه كملت فيه كملت فيه وتدخل في الصحرة هتلاقيه بيتقاطع بعد بوابة الرسوم بتاع الطريق اسكندرية الصحراوي اللي هو الأزرق بيتقاطع بعد بوابة الرسوم بيتقاطع هنا مع طريق اسكندرية الصحراوي كمام؟ وبرضو ممكن تسيب محور رود الفرق وتكمل في الطريق الأزرق اللي هو اسكندرية الصحراوي او تمشي بقى في الطريق الموف تكمل فيه وتمشي في وسط الصحرة بقى مسافة طويلة طولها حوالي 320 كيلو شايفين انا ماشي ازاي؟ بعيد عن الوادي والدلتة خالص وبعيد عن اي مدينة ماشي في السحرة مسافة طويلة جدا لغاية ما باجي في النقطة دي وباجي داخل يمين كده عشان اوصل قبل مدينة الضبع بشوية او بعد مدينة الضبع الضبع هياتي انا وصلت هنا فباجي داخل شمال تاني وامشي برضو في الطريق الساحلي ده عشان اوصل مدينة مرسا مطروح كده اعتقد الصورة واضحة وعلى فكرة وانت ماشي في طريق الضبع في طريق ازرق داخل يمين يوديك مدينة الحمام ويعدي برضو مع طريق العلمين وفي طريق تاني داخل يمين يوديك العلمين فهو ده طريق الضبع او محور الضبع اللي عايز يعرفه هو الخط الموف اللي جاي من كبر المعلّة بتاع محور رود الفرج ويتقاطع مع طريق اسكندريا السحراء وبعد بوابة الرسوم ويتقاطع مع الطريق كمان الاقليمي الطريق الداير الاقليمي وبيكمل مسافة كبيرة كده لغاية الضبع وبعد ما وصلت انت للطريق الساحلي عند الضبع بيبقى فضلك مثلا كم كيلو بيبقى فضلك مية وسبعتاشر كيلو وتوصل مرسا مطروح وان شاء الله توصلوا بالسلامة كلكم وحمد الله على السلامة لكم جميعا بالنسبة للذي جاي من السعيد فالذي جاي من السحراوي الغربي هيعدى على الطريق الداير الاقليمي ويكمل برده يوصل لغاية عند مدان الرماية او المنطقة دي ويأخذ طريق اسكندريا السحراوي يكمل في طريق اسكندريا السحراوي ويأخذ الطريق العلمان يأخذ محور الضبع ويأخذ محور الضبع يأخذ الضبع ويأخذ طريق داير الاقليمي بمشيذار تقاطع بين داير الاقليم ويأخذ محور الضبع بردو هنا في تقاطع اهو 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 كده باين اعتقد هيسيب كده ويلف ياخد الملف ده ويطلع في محور الضبع اللي هو الموف ويكمل لغاية غرب مدينة الضبع هنا اهو وبعد كده يكمل ويروح مرسة مطروح هاعرفكم الشواطئ اللي في مرسة مطروح والمسافات بينها ومواقعها بالزبط فين بالنسبة لوسط البلد في الفيديو الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة